أجدد شكري وتقديري إلى أخي العزيز معالي بن عبد الرحمن الوزير الأول على حسن الاستقبال وكرم الذيافة نشيد بالأجواء الأخوية الصادقة التي طبعت الأشغال منذ أيامات مثلت هذه الدورة فرصة ملائمة لتقييم مسيرة مسيرة التعاون بين بلدينا الشقيقين وبحث سبل الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والجزائر الطيبة نشيد بمخرجة اجتماعات الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة نثمن أيضاً تنظيم المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال بمناسبة انعقاد هذه الدورة والذي يعكس قناعتنا بالدور المحوري للقطاع الخاص في تشبيك المصالح الاقتصادية بين تونس وجزائر تم في ختام الدورة على التوقيع 26 اتفاقيات التعاون ومذكرة تفاهم وبرامج التنفيذية التي تهم مختلف القطاعات ستسهم بلا شك في مزيد توطيد وتنويع العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس وزرت اللجنة عديد التوصيات الهامة لمزيد دفع التعاون المشترك على مختلف الأصعدة والتي سنعمل على تنفيذها في إطار الحرص على إثرى علاقات التعاون القائمة بين تونس وجزائر نتطلع إلى أن تسهم مختلف الاتفاقيات والتوصيات في تحقيق النقلة النوعية المنتظرة في مستوى العلاقات التونسية والجزائرية كما ستحظى توصيات هذه الدورة بمتابعة خاصة من الجزائر وتونس وسنحرص على الالتزام بعقد مختلف الاجتماعات الفنية والقطاعية واجتماعات في رق العمل وفقاً للمواعيد المنصوص عليها بمحذر الدولة وفي الختم نشكر معالي بن عبد الرحمن على الاستقبال الحار وأتمنى أن أراه إن شاء الله عن قريب في تونس وشكراً شكراً